اشتركوا في القناة ان كما جمعنا على محبته وطاعته عبر هذا البرنامج ان يجمعنا غدا في جنات النعيم انه ولي ذلك والقادر عليه هو سلاح فتاك تجاوز الاسلحة البشرية من اسلحة نووية الى طيرانات الى دبابات الى كل ذلك تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي الدعاء هو طلب هو الرجاء هو التوجه الى الله تبارك وتعالى حتى يستجيب لنا مطالبنا الدعاء لا يوجد بينه وبين العبد اي واسطة الدعاء هو سلاح واسهم تنطلق من المؤمن لتلامس عنان السماء لو نظرنا الى الاسئلة التي كانت تطرح على رسول الله وقد ذكرناها في حلقة سابقة لو كنا ان الصحابة كيف كانوا يسألون الرسول او ان المشركين كيف كانوا يسألون الرسول وكيف كانت تأتيهم الاجابة من الله بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة محمد يجيبهم على اسئلتهم ويسألونك عن الروح كل اي يا محمد كل الروح من امر ربي ويسألونك ماذا ينفكون كل يا محمد كل ما انفقتم من خير ويسألونك عن المحيط كل يا محمد كل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحيط الا في اية عظيمة جاءت بعد ايات ذكرت شهرا عظيما ايات الصوم ذكرت شهر رمضان ذلك الشهر العظيم الذي قرنت به ايات الدعاء لله تبارك وتعالى واذا سألك عبادي عني اقال الله كل يا محمد لا والذي رفع السماء لم يجعل الله بينه وبين العبد اذا رفع يديه ودعاه اي واسطة حتى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لم يجعله الله واسطة لاجابة دعوة الداعين واجابة دعوة المؤمنين واجابة دعوة الملهوفين واجابة دعوة المضطرين واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان ليس هذا فحسب بل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يجلس مع اصحابه ويا ليتنا كنا نجلس مع جلوسهم بصحبة رسول الله اللهم وإن حرمنا في هذه الدنيا الجلوس مع رسول الله اللهم إنا نسألك أن تمتعنا بالجلوس معه يوم أن نلقاك يجلسون مع رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم أراد أن يبشرهم أراد أن يطمئنهم فقال إن عبدا يرفع يديه إلى الله تبارك وتعالى يدعوه يقول يا رب إلا والله يستجيب إحدى ثلاثة أمور أما الأمر الأول فإما أن يعجل الله دعوته فترفع يديك تقول اللهم اشفي ولدي فيشفي الله ولدك اللهم ارزقني زوجة صالحة فيرزقك الله زوجة صالحة اللهم ارزقني بنين وبنات فيرزقك الله بنين وبنات اللهم ارزقني مالا وفيرا كثيرا طيبا فيرزقك الله مالا وفيرا كثيرا طيبا تسأل الله فيجيب لك الله تبارك وتعالى وإما أن يرد الله بها قضاء فيكون ولدك مريضا فتقول اللهم اشفي ولدي وفي قدر الله وحكمته أن مرضا أشد سينزل على ولدك فتقول اللهم اشفي ولدي تصعد هذه الدعوة وينزل قضاء الله فتتعانق الدعوة مع القضاء فتظن أن الله لم يستجب لك ولكن يوم القيامة تنظر إليهما كيف تعانقتا فلم ينزل ذلك القضاء الذي يقضي باشتداد مرض ولدك أو باشتداد فقرك أو بموت أحد أقاربك لكن هذه الدعوة صعدت والقضاء نزل فتعانق ما بين السماء والأرض فكانت هذه الدعوة ردا لقضاء الله تبارك وتعالى والأمر الثالث يا رسول الله قال أو أن يذدخرها الله لكم يوم القيامة فتكون جبال من الحسنات أنت دعوت أن يشفيك الله ولكن الله لم يشفيك أنت دعوت أن يرزكك الله ولكن الفقر لازمك في حياتك وتظن بينك وبين نفسك أن الله لم يستجب دعائك ولكن الله تبارك وتعالى ادخرها لك يوم القيامة جبال عظيمة من الحسنات تلقاها أمامك يوم القيامة ما أعظمها الصحابة رضوان الله عليهم فرحوا وتبششوا فقالوا يا رسول الله إذا نكثر ما دام أن دعاءنا لا يذهبها باء منثورة إذا نكثر نكثر من دعائنا لأنفسنا لأزواجنا لأولادنا لجيراننا للمسلمين للمجاهدين للمستضعفين ما دام أن الدعاء لا يذهبها باء منثورة فإذا نكثر يا رسول الله فقال له الرسول لهم إن الله أكثر نعم أكثر بعطيته أكثر بكرمه أكثر بجوده أكثر بما أنتم عليه من الأكثرية في الدعاء لا بل الله أكثر فيما يرزقكم من خيرات وبركات لكن يا إخوة يا كرام يجب أن ننتبه إلى قضية لفت انتباهنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن العبد إذا رفع يديه لا بد أن يكون هناك شروط معينة في هذا العبد يقول المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم رجل أشعث أغبر يطيل السفر يا إخوة يا كرام وهذه من الأمور التي ربنا تبارك وتعالى يستجيبها دعاء من يكون متذلل أشعث أغبر ودعاء المسافر أيضا من الدعوات المستجابة يا رسول الله ما حال هذا الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء وملبسه حرام ومأكله حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له يا إخوة يا كرام نأكل الحرام ونطعم أولادنا الحرام ونطعم أزواجنا الحرام ونطعم أهل بيتنا الحرام ونرفع أيدينا ندعو الله فلا يستجيب لنا لماذا؟ لأن مأكلنا حرام كيف تطعم أولادك من السرقة؟ كيف تطعم أولادك من القمار؟ كيف تطعم أولادك من الربا؟ كيف تطعم نفسك من الربا؟ قال يمد يديه إلى السماء وملبسه حرام لباسي اشتريته بالحرام لباسي دخلت على محل ومن ثم استرقتها من الرجل وانطلقت خارج المحل نعم كأن يستجاب لك أن يستجاب لك في أن يرزكك الله في أن يعفو عنك الله في أن يتوب الله عليه قال وملبسه حرام ومأكله حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له يا إخوة يا كرام لابد لنا أن نطهر أنفسنا من الحرام أن نطهر مأكلنا من الحرام أن نطهر مشربنا من الحرام أن نطهر ملبسنا من الحرام أنت عندما تأكل حصة أختك من الإرث هذا حرام عليك فتبيع تلك القطعة وتطعم نفسك وأهلك من الحرام فأنا يستجاب لك نعم يا إخوة يا كرام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب والله إن الله أرحم بنا ويريد أن يستجيب لنا ما قال لنا ادعوني إلا ليستجيب لنا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ولكن في المقابل أحل الله الطيبات وحرم عليكم الخبائث حديث عظيم يقول المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم إن الله ليستحي من العبد أن يرفع يديه يقول يا رب فيردهم الله سفرا يا إخوة يا كرام ما دام أننا طهرنا أنفسنا ومأكلنا ومشربنا وملبسنا من الحرام فلماذا لا نكثر من الدعاء لأنفسنا لماذا لا نكثر من الدعاء لأزواجنا لأولادنا لأهل بلدنا لأهل قريتنا للمؤمنين كان من دعائه نوح عليه السلام رب اغفر لي فقتلا ولوالدي ولمن دخل بيثي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا ادعوا الله تبارك وتعالى واعلموا أن الله يستحي أن يردك صفرا أن يرد يديك خائبتين أم من يجيب المضطر إذا دعاه يا إخوة يا كرام والله إننا بحاجة لأن نسجد بين يدي الله فنقول يا الله وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد يقول المصطفى فأكثروا من الدعاء يا إخوة يا كرام ادعوا الله تبارك وتعالى دائما وأنتم موقنون بالإجابة نحن في شهر عظيم كريم أطلقوا دعواتكم علّها تعانك وتقرع أبواب السماء فيستجيب الله تبارك وتعالى أقول ما تسمعون أستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر